ونروح للقاء القمة المنتظر من جماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية بكرة إن شاء الله بين الأهلي والزمالك لغاية بكرة مع عادل المباراة أي كلام بيتقال مالكش دعا بي وفي جميع الأحوال اللي يخصنا أنه الأهلي برضو مرة تانية بأكد ليس طرفا من قريب أو من بعيد في الأزمة اللي حصلة في الساعات الأخيرة الأهلي جاهز مستعد وهناخدكم أنا وضيفي كابتن أحمد عادل نجم النادي الأهلي النهاردة ونشوف تمرينة الأهلي كمان ونحضرها مع حضراتكم ونتطمن على استعدادات كولر ونجم النادي الأهلي أحمد مساء الخير وأهلا وسهلا بك حبيبا سيد أحمد دايما بس عدنا موجود مع حضرتك من أور الدنيا دايما حبيبا ربنا أخليك طلبتك كلها مجابة أبنى الهوى كله تمام كله تمام إحنا مفترض أنه طبعا يعني هو مطش الأهلي والزمالك عموما بيبقى أكتر بكتير من مطش كور يعني هو بيبقى اتعودنا كده أنه المناسبة بالمناسبات المنتظرة عن مستوى الجماهير يعني بتكلم أنه عيد للكرة المصرية شايف الظروف والأجواء المحيطة بالمباراة إزاي وإزاي ممكن تأثر على الفرقتين بكرة أكيد ما فيش شك لو بنتكلم بعيدا عن الأحداث يعني نتكلم بمباراة أهلي وزمالك مباراة جماهيرية وخصوصا ده يحسب للربطة والمسؤولين عن الكرة حتة زيادة عدد الجماهير في المباريات عشان نشوف في مباراة كم أهلي وزمالك أكيد بتتكلم في قطباية كرة مصرية في انتظار كل وسائل الإعلام كل المحللين كل النقاط مستنين يشوفوا مباراة تليق باسم الفرقتين فأعتقد أن النادي الأهلي جاهز بشكل كبير في ظل الأحداث أكيد اللعيبة قفل على نفسها بشكل كويس أكيد الجهاز الفني قفل على نفسه بشكل كويس هو ده النادي الأهلي ومجلس الإدارة أكيد فيه تعليمات للجهاز باللعيبة التركيز بشكل كامل سواء مباراة تتلعب أو مش هتلاعب أنا عارف من قضة لبس النادي الأهلي اللعيبة كلها مركزة اللعيبة كلها هتبقى موجودة اللعيبة هيحصل تسخينة وشوفنا المشهد ده من كام سنة واللعيبة اتعاملت باحترافية في حضور حتى حكام أجانب الحكام هتيجي والنادي الأهلي اللي أنا عارفت أنه سدد حتى فلوس الحكام والأمور ماشية طبيعية بالنسبة لنادي الأهلي هو ده نادي الأهلي بيتعامل باحترافية في ظل أجواء تناسب الكرة في مصر أو أجواء ما تناسبش هو نادي الأهلي بيتعامل باحترافية سواء في مباراة أو ما فيش مباراة النادي الأهلي هيتعامل باحترافية ويتعامل بكل أسريب أن المباراة تتلعب إن شاء الله صحيح